أبلغ رئيس الجمهورية العماد ميشيل عون نائب رئيس البنك الدولي لشؤون منطقة الشرق الأوسط وشمال إفريقيا فريد بلحاج أن أولى المهمات التي ستتولها الحكومة الجديدة فور تشكيلها هي متابعة الإصلاحات التي بدأ العمل بها وفي مقدمها استكمال التطقيق المالي الجنائي لأن لبنان لا يقوم من أزمته الراهنة إلا بتحقيق الإصلاحات وعرض الرئيس عون خلال الاجتماع مع بلحاج للظروف الصعبة التي مر بها لبنان ولا يزال نتيجة تراكم الأزمات على مر السنين الماضية إضافة إلى انتشار جائحة كورونا والانفجار الذي وقع في مرفأ بيروت ناهيك بالحرب السورية ومنتج عنها من نزوح كثيف للسوريين إلى لبنان وأقفال المعابر الحدودية التي تشكل الشريان الاقتصادي للتجارة الخارجية لافتا إلى أن العجز المليل الذي وقع فيه لبنان وأثره على الدخل القومي وميزان المدفعات واستقرار النقط وتم التطرق إلى التقرير الذي أعده البنك الدولي مؤخرا والذي وصف فيه الأزمة الاقتصادية والمالية التي تضرب لبنان من بين الأزمات العشر وربما من بين الأزمات الثلاثة الأكثر حدة عالميا منذ أواصل القرن التاسع عشر مشيرا إلى أنه لو وضعت أزمة النزوح السوري وتداعياته في التقرير لكان الوضع أسوأ ورفت الرئيس عون إلى أن التقرير أحيل إلى المراجع والهيئات المعنية لدراسته وإبداء الملاحظات كما ناقش الرئيس عون مع بلحاج والوفد المرافق له التعاون القائم بين لبنان والبنك الدولي والمشاريع التي يتم تمويلها حيث أكد بلحاج أن البنك الدولي كان دائما إلى جانب لبنان وسيبقى ولن يتركه مشيرا إلى الالتزام بدفع القرد المخصص لشبكة الأمان الاجتماعي وقيمته 265 مليون دولار مع إمكانية إضافة 300 مليون دولار لدعم الفئات المهمشة وأثار الرئيس عون إمكانية إعادة هيكلة القروض المعطاة من البنك الدولي للبنان والتي لم تستعمل بعد وذلك حسب الأولويات الطارئة فأبدأ بلحاج تجاوبا مع الرغبة الرئاسية كما تناول البحث عمل الجمعيات غير الحكومية NGO ومنظمات المجتمع المدني ودور المؤسسات اللبنانية الرسمية في متابعة عمل هذه الجمعيات وذكر الرئيس عون بموضوع إعادة إحياء مشروع تمويل سد بسري نظراً للكلفة التي تكبدتها الدولة اللبنانية ثمن استملاكات وأشغال بنا تحتية ونظراً لأهميته الحيوية بالنسبة إلى لبنان عموماً وسكان العاصمة بيروت وقرى الساحل خصوصاً اشتركوا في القناة